الساعة الخير كيف الأخبار إن شاء الله طيبين كيف حوالكم شكلكم نايمين الساعة الخير ما فيز وظاير ولا حتى لايق حزين السيدة مها جابر السيد محمد عبد الفضيل فوفة عبد الله سارة نابرسون كيف أخبارك عبير إبراهيم كيف الأخبار راشد سيف حبيبنا والله نايتي كيف أخبارك محمد عماري العنود مهندة برياض فهم المثنى صخر كيف أخبارك اسمك سمح والله فهم المثنى صخر طيلة وعنده ولد سميه فهم المثنى صخر عجبني ما شاء الله ربني يحفظك فهمي محمد الفضلي للمك سارة عمر كيف أخبارك زمن طويلة سارة بابكر عبد الله جركس عبد الله عبد الملك شراغ هاشم كيف الأخبار خالد التجان حبيبنا عدنان سيف الدين حبيبنا ياسين زيادة كيف أخبارك بسانة ونوار نايت انتصار بابكرنا النوس الجلانة ميوسيف رزق رودي سيري إبراحيم يحيا حزيفة محمد الشيخ حزيفة أنت دول واعب المناسبة أنا قاعد أشوف كتير من تعليقاتك و و كتاباتك ربنا يوفغك ويحفظك يا أخي رش أفضل كيف أخبارك زمن طويل نسرين كيف أخبارك طيب عطيات ضفع الله كيف الأمل بكري طارق سيك طارق إدريس أمل وين أختك شايف غيرت صورتي خلاص قول الله صرفه ذاته شنو ما عنده ليك حاجة سحر محمد كأخبارك آه قاعدة قاعدة إيمان غيرت الصورة بتاعتي لي إيمان القمز بركة الجزة جانين زهج ليه غيرت صورتي يا إيمان راني عقيد كيف أخبارك حبيبنا ديفيد كل سنو انت طيب يا أخي وربا نوفقك في امتحانك وسهل أمرك يا ديفيد حبيبنا دعولي أخونا ديفيد بالتوفيق إيهاب سيف الدين قال الصوت نزار أسرة الشهيد نزار وليد دينار برايمر منيستر أمل بكري حنان عثمان دكتورك أخبارك تاج عبدالقادر أستاذنا كيف أخبارك مصطفى التهمك أخبار والله مصطفى عليغا غاتل زوبك أخبارك جدو حبيبنا والله نهلا كيف أخبارك نهلا محمد أحمد خول حسن كيف أخبارك إزيل إزيل برضو شيلت صورتي زالان منك والله ناهي التاج ربا نحفزك ناهي التاج ما انت الوحيد استابت على صورتي من عرفتك والله نزار عباس بورسودان نزار بورسودان حبيبنا والله شفت اللايب بتاعكم مصعبة طيبة المحزي سليمان فقر الدين ربنا يوفقك بسهل أمرك يا أخ حبيبنا أستاذنا إيهاب سيف النصر بالمناسبة عندك تعليقات إيهاب غاتلة بالمفروض تعمل صفحة زي حقاتنا طيب يا أخوة أنا عملين 2700 نبدأ طيب نتدعوتوا على الدخلات أنا ذاتي عشان أحييكم كده أملكم دخلة ضريفة دخلة أنا أحبها نسمع العلوتي أنت ما حضر الحفلة هارون محمد هارون أنت ما حضر الحفلة شكرا هارون لا أحييز دخل أنت ما حضر الحفلة أحييز أحييز هارون ورهون شكرا للمشاهدة 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 الناس المغتربين يكونوا معرفين اكتبو لهم في التعليقات ففي زول الليلة هيتورنش خفيف فورشة نعمة ويأخذ خياته داير ميدور وحنظبطه انا جايك يا بابي دي دخلتك تاني كل مزيد عرفت هؤلاء عرفتو ألا بس الناس العرفوا يسموا كلامه قصد نجيب اسمعكم والغابكن تتجاوزناه فالناس المضللة الناس اللي بتطلع تضلل وبتكذب انت مشغلوا الحاجة اللي انا قلتها ما تسجيلاتي قاعدة اي حاجة انا قلتها انت ما تسمي عن الناس ليه بتكذب ليه بتحرفوا الكلام ها ايوه بس كده اتو ارفت في اسمه اي كده التعليقات ارفت في اسمه طلع واحد يعد من كبار المضللاتية بتاع الحرية والتغيير واللي هو عملنا للموسيغة دي وطبعا في العادة بيطلع لها بالساتة البلاستيك حقته وقاعد منفوخ كده وقاعد ينبزنا بالرطانة ويقول بتاعي شنو عنده مقولة مشهورة قال يا اخيانا لو حضروني 150 نفر حضرتني امي بس كفاية وامك بتتلفز قداما بالرطانة كده فاحنا قبل كده قلنا اشكالياتكم في التربية البيوت اطلعت منها عدم اعتبار كل البيوت يهدل بيظهر فيكم فتاني احنا الغابكم واسماكم ما بنقوله بالنذيكم بالموسيغة تجي تكون عارف نفسك حتي تورنش حاضر طيب بتكلموا عن انه انا قلت يا اخي حمدوك طردوه من اسيوبيا حمدوك طردوه من اسيوبيا كل الوكالات الاعلام والعالمية تكلمت عن طردة حمدوك وتأثيرها على مجريات احداث افريغيا لدرجة انه الايجاد طلب قمة مستعجلة عشان يحل المشكلة بين منه اسيوبيا والسودان ممثلة في ابي احمد و حمدوك لانه مشاله في زيارة معلنة مدة يومين انت ما قررت بورتوكول قبل كده خوش اقرأ بورتوكول يا البرتوكول بيقول لك اذا انت اعلنت زيارة وقطعتها معناها في مشكلة والمشكلة ظهرت اقل من 8 ساعات دورة الحرب قال لك هو لا حمدوك عنده ملفات مهمة رجع عليها السودان لانه السودان ما مستغير والسودان في حالة حرب حرب مع منه مع اسيوبيا طيب كده انت ما قد انت روحك يبقى طردو ولا ما طردو قال لك لا رجع السودان لانه في ملفات بتتطلب وجوده في السودان ممتاز وقعد حلاها لا سافر جيبوتي طيب انت ما قلت جايحي المشكلة قال بيخليه يسافر يوم 18 شنو قال بيخليه ما يحضر يوم 19 شنو اتطرد من اسيوبيا وهرب من السودان حصلت عليه والاتنين في اقل من 24 ساعة ليه ما قادر يواجه امهات الشهده يوم 19 انت مش بتقول سورتنا المجيدة حس عموجيت راجع من اسيوبيا قعدت مع امهات الشهده قعدت مع امهات المصابين والمفقودين قعدت مع لجان المقاومة لان المخابرات ما عندها حاجة تقدمها تاني السنة الفاتت طلبوا منك تهرب من المواجهة دي تمشي تزرع شجرة في الخفاء ما معروفة الحتة الزرعتها فيها وين لا مغابر المفقودين الاعلنت عنها والريتونة لا وين ولا الشجر الزرعها حمدوك النبت الشيطاني معاو منعم سليمان دي السنة الفاتت السنة دي ما لك ما طلعت لامهات الشهده ما طلعت للشعب السوداني ما لك ما واجهت الناس ما لك هربت أولا ما هربت قال لك يا أخي وام تزعتاشر فشلت لأنها ما صقتت الحكومة احنا كفاية سمعناك تسقط بس واللي يافتق قدامك مكتوب ارحل يا حمدوك دي كفاية جدا موضوع السقوط ده حقنا احنا ما حقك انت انت الآن قاعد تحت رحمتنا كل الحكومة كل الحكومة بما فيها حرية وتغيير بما فيها مجلس عسكري ما فيهم واحد حتى الآن قادر اطلع واجه الشعب السوداني لا فيه مندوة لا منصة الاحتفالية لقاعة الصداقة بتخيل حاجة زيدي انت دي حكومة السورة تقول ليه احنا ما صقتنا حكومة ما قادرة تواجه الشعب اللي بتدعي انه هو جابة الليلة مرة يسبوع على ذكرى السورة لالآن انتوا ما قادرين تواجه الناس زي ما قال سلمان زرافي الصلاة المقدسة صلاة ملعب سليمان ده ما صقود ذاته لمجلس عسكري لدعم سريع اللي بتدعي انه جاي يحرس الشعب السوداني ويحفظ الشعب السوداني ما قدر يطلع يوم 19 حميدتي ولا البرهان ولا كباشي ولا حمدوك ولا خالي السلك احنا عاملين لكم حصار اجتماعي احنا مسقطين لكم ومقاعدين لكم احنا اتوا ما حاكميننا بالمناسبة وانتوا عارفين المعلومة دي قال لك حمدوك رجع لانه ظروف السودان ما لا ظروف السودان داخل في حارب داخل في حارب مع السيوبي طيب ما هي دين تروحك انت ما قدر قعد في السودان دقيقتين طوالي هرب مشا جيبوتي رغم انه سافر جيبوتي يوم السبت هرب من مواجهة الشعب السوداني والغمة بتاعت الليقات يوم الاحد ما كان بيتكلفوا حاجة يقعد وهو الاعلن اجازة رسمية يوم السبت ليكون موظفين الدولة بما فيه نهوزاته ما مفروض اركب طيارات الحكومة ما مفروض السوق عربية الحكومة ما مفروض اطلع في عمل رسمي لانه دي اجازة رسمية ما فيها احتفالية اللي الدعوة انها احتفالية 19 ديسمبر نجحت وقعدتكم في مغازكم حسي وين انتوا وين ولا شفنا ليكم الشمعة ولا شفنا ليكم الشجرة ولا شفنا ليكم الصيوان صح ولا غلط ده ما سقوط انتوا كدومة قدامنا احنا بندعامل مع الوراكم احنا بندعامل مع الوراكم احنا بنقاوم في الوراكم الجاي بينكم طلعنا بي نفس الدخلة بتاعت الغنية دي قبل اسبوع او عشر يوم شغلنا غنية فنانة بتغني اسماء الشوارع قلنا دي رسالة لي وزير البنى التحتية العشر يوم دي البنى التحتية قايمة وقاعدة بيانات فوق وتحت بس بيترد على الغنية دي اخيرا قبل ساعة طلع بيان قبل ساعة اول مرة في السودان اطلع بيان مفصل من وزارة البنى التحتية باسماء الشوارع دي شفتوا البيان ده ولا ما شوفوا قبل ساعة قل لك يا اخي يوم 26 يوم 13 ما عارف صيانة الشوارع الخرطوم العرض ومدرمان شارع الاربعين شارع ما عارف الشهيد عبدالعظيم دي ما بالغنية رسلناه لو مخصوص سمعه ولا ما سمعه تأثير المنبر ده على الحكومة فوق تحت الوزير نفسه المخابرات دارت دافع عنه وجندت ناس كثيرة لانه هبشناهم بعد دفل حتة الحية فقاموا جندوا الناس وجندوا الاعلام في تلميع الوزير انه الوزير ده ما عميل لا عميل طيب انت كل مرة بتقول عميل يا اخو دي حكومة عميلة ما تثبت لين الكلام دي يا صرفة حاضر بثبت لك انا بثبت لك الكلام ده اللي لا بالتفصيل اول حاجة السيدة الوزير فضل اقعد ما تخاف دي محكمة الشعب حندينك بالكلام اللي انت قلته وحنقراه بالتفصيل للناس قبل ما نخش في كلام الوزير ندهوه ذاته مقدمة ونوريو انه هو مستغل كيف في حاجة اخوان ناس قبل يومين او يوم حصلت الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس السيادة العميد ابو هاجة كان في لقاء واسناء اللقاء المزيع بتكلم معه عن وضع السودان والبحثة للسودان فقام ابو هاجة العميد ده قل له السودان يتعرض الى الحرب من الجيل الرابع طوال المزيع قام غير الموضوع الموضوع ده خطير جدا طبعا وبعد اللايف ده ابو هاجة ما بقعد في حتته اسمع الكلام ده بعد اللايف ده ابو هاجة ده ما بخله في حتته والمزيع ذاته ما هيخله يا رقوه يا طفشوه لانه حيتكشف المزيع غير الموضوع طواله في حتة الحرب الجيل الرابع ده ده دلالة على ان المزيع ده ذاته مخابرات وفاهم كويس اي كلمة بتتقل وما اختاروه في اللغاء ده ساي وعارف انه ياته معلوم ومفروض تصل وياته معلوم وما ومفروض تصل شوني يعني حرب الجيل الرابع اللي بتعرض لها السودان وفرقه شنو من حرب الجيل اللول والتاني والتالي ده برجعك وره للتاريخ وشكل الحروبات بدت كيف كلام ده مهم يعني الكلام ده بدأ 1648 الحرب العادية البسيف وواجهني وواجهك بدأ شكلها يتغير من سنة 1648 شونو الحصل كانت في امبراطوريات معروفة الحدود والله يا اخنا امبراطوريتي الناس اللون الأحمر ديالكل وانا حاكم والناس الخدر ديالك انت حاكم 1648 بدأ تخطيط وتكسيم الدول والله ده حقنا هنا وحدكم هنا يا غندا دي تاب علينا زينبابو حقاتكم بدأ شكل الاستعمار ياخد شكل بتاع دقوا العلم هنا والعلم هناك السلاح بدأ يتطور هو اليسان بتطور في شنو انت قال الموضوع شنو في مدى الطلقة بس ده كل القصة زمان الطلقة بين لازم نترصق وساط بعض لحد 1800 لحد الحرب العالمية الأولى كانت الجيش بتصطفق وساط بعض مدى الطلقة كله 100 متر حكتوا لك كيف الناس كانت عندهم شجاعة بيجي بقيف قدام بعض بيحفروا خندق اتا حميروحك وانا بحمروحي اتفالق وبطلك كده للصباح كتلتني كتلتن دي حرب الجيل التاني حرب العالمية الأولى حرب العالمية التانية ألمانيا قدر التطور مدى الطلقة يمشي 50 كيلو 100 كيلو بعد شو يعملوا حملة طائرات صغيرون كده شايلة حملة طائرات والطيارة زيادة تحمل غنابل بيقات الغنبلة يشولها من ألمانيا يمشي يفكوها في المجر يعني القصة تطورة شوية في امتى اللي قوي انه ممكن احنا نتحارب وأسيطر عليك وأستعمرك بدون ما أحارب جيشك ركز معاي في الكلام ده حرب الجيل الرابع والخامس والسادس واللي احنا الآن جواها والعالم كله جواها الكورونا دي بتتخيل انه في حاجة ممكن تحصل تخلي 7 مليار ونص بني آدم يقعدوا في البيت في نفس الساعة ده مش تغدهم عجيب اه اي الكورونا دي جات براها انت الكورونا دي مصنوعة انت بتتوهم نظريت المؤامرة خليك من الكلام الفارغ ده هل بتتخيل انه في غوة عظمة في الكوكب ده بني آدم عنده المقدرة انه يقعد 7 مليار ونص بني آدم لا تسافر لا تمشي الشغول لا تطلع مدرسة فيزول قدر عمل الحاجة دي طيب ده ما تقدم الحارب بتاعت الجيل الرابع باختصار انا دار استعمر دولة بدون ما أحارب جيشة بس ده كل الموضوع انط جوة طوالي للمدنيين اغير في سلوك المدنيين اغير في المجتمع في تشكيل المجتمع استولى على سرواتك واملاكك وحضارتك وانسانك واطوعك بدون ما فكلك طلقة وده الحاصل في السودان الآن يا اخي احنا والله طبعا وقان على اتفاقية السيداء طيب ليه دار تبقيني زي المجتمعات البراء انا مجتمع عندي خصوصيتي اخ ما تخليني كده واحكمني عادي احكم في شنو انت دار تعمل شنو يعني دار تعمل جامعة الناس قروا جامعات قروها في كل الحقب والظروف والحكومات المختلفة باي ايدولوجيا الناس قرد وعايشين في امان الله انت ليه دار تغير المجتمع فكرتك شو دار تبقيني زي هون ليه لا لا احنا دار نغير المناهج يا بيبي دار تغير المنهج ليه عشان نتواكب التطور الخطة معيار التطور ضمنه ما حسي احنا متطورين في شنو يعني منول ما ماسك تلفون منول ما بيقدر خوشنيت منول ما بيقدر عمل سيرش منول ما بيقدر عمل بحث منول ما بيقدر عمل دكتورة من امروابه دي بيطلع الزول بيشتغل هناك في بريطانيا بيبقى دكتور انت الاغمان جيت من وين وقريت يهاته منهج هل في فترتك انت قاعد في السودان دي واتعلمت لحد ما تبقى مزيع مرموغ في البي بي سي في بريطانيا يشار اليك بالبنان هل احتيجت انك تغير المنهج عشان يواكب الحضارة ولا ما شايت بالقاري عمر جامر الدين حمدوك نفسه انت احتيجت يغيره لك القراج ذاته القر المنهج ده وده يغير المنهج انت ليه بتعمل كده عشان مصلحت منه وممكن تموت بكرة يا القراج لكن خطيت خطوات الحرب بتاعت الجيل الرابع ما محتاجة تجيب جيش واحد في نفس الوقت بقدر اسيطر على جيشك اول من رفع السودان من قائمة الدول رائلة للارهاب 24 ساعة ما تمت امريكا تعمل اتفاقين مع الجيش السوداني تطوير الجيش السوداني ده تطوروا ليشنو ما انت كنت عدوي قبل 24 ساعة وانت الخطيتني في الغايمة ما انا الخطيتك وانت تشلتني ما طلعنا من الغايمة من مجهودنا هم القالوا يشيلونا ما احنا حاربناهم ولا حاصرناهم ولا منعنا منهم حاصرناهم الاقتصاديا الامريكان قالوا يا اخي بكرة السواحة تطلعوا من الغايمة بدون مجهود مننا هم القرروا كده يبقى سيطر على جيشك ما ممكن زول كان معادي لك اعمل معاك اتفاقية عسكرية تبادل الضباط يعني تقعد مع العدو حقك بعد ثلاث سنين ما بيبقى عدوك انت بتغير في عقيدة الجيش نفسها الجيوش الصنعت للحارب ما للسلام افهم العربي ده كويس السلام ده صنع له المجتمع المدني المجتمعات في نفسها الشعوب احنا نركب كلنا بص بتاع سيرة ونسوق معانا فنانتنا ودلوكتنا نمشي للشعب الاسيوبي نقعد معاهم نعمل معاهم اتفاقية السلام مجتمعية شعبية على قياداتها مدنية لكن الجيوش الصنعت عشان تموت ما عشان تعمل سلام فانت بتشوف انه عقيدة الجيش القتالية تغيرت لانك بتقعد مع العدو حقك عمر البشير يتدرب وين قبل ما يحكم السودان اخذ دورة تدريبية في امريكا اكتر من شهرين اتا معارف انه النماري اخذ دورة تدريبية في امريكا برضو اتا عارف انه الازهري نفسه اخذ دورة تدريبية في امريكا ايوة في دولة عدوك انت كلهم وبعدين جي حكموا ايوة هي صدفة يا صرفك اخي اده ما موضوعي حس الصدفة وبتاعنا بس بنبهك انه العقيدة حققت الجيوش تغيرت الجيوش ما هي اللي بتتكلم عن سلام انت بتفتح الكلية الحربية بتكلم الزول بتقول لي اسمح هتخش تقرأ ثلاثة سنة وتتدرب اللي شنو هتدرب عشان تحمي روحك من شنو من الموت ما هو بيتخرج ضابط حق موت ده ما جا تشغلته لكن لما تيجي تقول لي يا اخي اتفاقية جبل السلام برعاية القوات المسلحة والدعم السريع انتوا ما تصنعتوا للسلام السلام عنده مؤسساته التانية ده ما حقك العقيدة حقك الجيش لما تتغير والجيش يقول لك احنا والله هنا السلام واحنا والله الآن شغالين معارف حفر خيران انت ما صنعت للحاجة دي ولس صنعت للانقلابات والحكم اساسا في زول لعب في الضبط بتاعك فانت الان بتقعد مع عدوك طوالي رفعك من الغايمة انت فرحان اختيار معارف 25 ضابط من المدرعات دورات تدريبية في امريكا لمدة 3 سنة اختيار معارف دورة القادة والمدرعات والصاقعة في امريكا انت دال عدو حقك هتقعد معاه وتأكل معاه وتشرب معاه يبقى انت ما عندك عدو تاني يا جيش لما نجي نتكلم بعد ذلك عن حصار امريكي للسودان الجيش هيقفلينا لا لا يا اخي ديلنا السلام واحنا ديل دفعتنا وقعدنا في كاليفورنيا ومشينا دورة تدريبية في فيتنان مع الضابط فلان الجنرال الادميرال هنا انت دوبت الخطوط بينك وبين عدوك ماذا الشغل الشغال الان حسي لو قالوا يا اخي اسرائيل دي هجمت على بيت المقدس الجيش السوداني بتحرك ابدا بتصل السيطرة على الجيوش وتغيير العقيدة والضبط حقها في تغيير التاريخ يعني انت لو جيت مثلا مصر مصر دي لما محمد علي كان حاكمة ورس الحكم لاولاده طبعا محمد علي ده هو الغير الكوكب ده بالمناسبة الزوال ده يقول لك عنده انجازات ده انتهى من الكوكب وانتهى من السودان زعل لساي جاكت اللي عشرين الف ولا ثلاثين الف سوداني كويس زعل لساي محمد علي ده محمد علي بعد ما مات والملك حيطلع من اسرته والحكم حيطلع من اسرته كان الوقت داك الاستعمار الفرنسي ماسك مصر فقاموا الفرنسيين مع البريطانيين اتفقوا قالوا خلاص بنديكم مصر دي فنزلوا احموا الحكم والتسلسل بتاع الحكم في اسرة محمد علي تمام والجيش المصري في الوقت داك كان قوامه 130 الف عسكري واحد يقول لك الجيش السوداني ده ما بتفرتك لا بتفرتك يا بابي وانا ورق فرتك وكيف محمد علي لما مات جيشه كان 130 الف واول قاعدة فيه هم عنده مصري قال يا اخي ما في مصري يصل ردب بتاعت قايد او ضابط ده محمد علي خلعه لكده لما استلم احمد عرابي كان الجيش المصري 18 الف السورة الماسكة احمد عرابي السورة العرابية كانت حججوز محمد علي والاستعمار وكانت حجغير شكل افريغيا دي جل استعمار البريطاني نزل حماية للعمل حقينه ما هو دار استعمار مصر عشان مصر وسرواء مصر فاشنو مع حجار المرصرص دي ده دينا نبيا يقول لك الحضارة الفرعونية اسرار عجيبة اسرار شنو ما في اي سر دامنو الدارة حن الزول حسي دامنو اللي عندو حبيبة ليدارية انو يعمل لها شباك الشمس تخو الشباية ومرة واحدة في السنة شنو حضارة فرعونية وبطيق معاك وما في زول عارف رصة الحجار بتاعت الهرامات وافرد انو عرفناها منو الدار ابن الله وجبل حسي حضارة ما عنده هاي معنى حضارة فرعونية قديننا نبادي شوارع الزلط حضارة يلمانية العربات حضارة انجليزية التلفون صناعة يابانية وده المصر زات وقعد يقول لك وإحنا وإحنا السياد الحضارة وإحنا يا بابي ما عندك اي حضارات جدا يا سايخ ما عندك اي شي وانيه الهبة شنو هبة البتاعه لو قعدت في حت المطرة بالصوب بتشرب موية عزب بل هيبة بل بتاع معك هيبة وزيرة المالية نزل الاستعمار البريطاني حماية لإسماعي الخداوي لانو السورة العرابية كانت حجزهم كان افريغيا شكلها تغير وقدر الاستعمار البريطاني يغير تعداد الجيش المصري من 18 ألف في السورة العرابية لستة ألف أول حاجة أول شرط اختاروهم ان يكونوا عساكر ما بيعرفوا يقولوا ويكتبوا أول حاجة اختاروا معتادية الإجرام الناس السلوكة سيئ الأمراض الموروسة جنسيا في زمن محمد علي لما قفل الجيش حقه الناس دي كانوا بطالين الجيش المصري تسلسل لحد ما وصلت اتفاقية كام ديفيد الحصل شنو في اتفاقية كام ديفيد جاءوا الامريكان قالوا للمصريين احنا هلتفع لكم مليار وثلثمية مليون كل سنة دعومات للجيش المصري ودار تحارب بقى منه أربعين سنة الجيش المصري كل سنة بتحصل على أسلحة بمليار وثلثمية دار يحارب منه إسرائيل أبدا ما بيقدر يحارب إسرائيل شفرة السواريخ ذاته ما عند القواعد الامريكية فكت الصاروخ ده على إسرائيل بنفضر جعليك في الهرم ما بتقدر الجيش المصري عقيدته تغيرت لدريتينه القادة حقينه بيطلعوا بقول لك والله إحنا في خلال السنين الفاتت حافظنا على اتفاقية السلام مع إسرائيل وحافظنا على مصالح إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة يا شيخنا الجيش المصري العبور 6 أكتوبر 6 أبريل 6 أبتاع أنت بتتباهب إنك حافظ مصالح إسرائيل ده الجيش المصري العقيدة تغيرت تقول لي ما بتفرتك خلي الجيش المصري ده حسي دخل لو في حارف مع إسرائيل ما بتبر لأنه لعبه في الضبط حقه تبادل السيسي كان في دورة تدريبية في مصر لحد مذكرين الطائرة المصرية الفاء ضباط دفعت وكلهم وقعوا الطائرة انتهت منهم نجى منها السيسي بس وعنده صور مع ترامب وعنده كده أرجع في تاريخ السيسي انت قال ما هو بلعب في الضبط حقك والكلام ده بغودنا لي وين لي حرب الجيل الرابع فإحنا جينا تكلمنا عن الموانئ البحرية قلنا خطورة الموانئ البحرية ومدخل لو استلموه العدو حقنا إحنا ثاني ما بنقدر نعمل حاجة اختاروا زول برضو عنده علاقة مع أمريكا السيدة الوزير هاشم ابن عوف الملفات الماسكة هاشم ابن عوف ملفات خطيرة جدا الطريقة اللي بتكلم بيها عنده باور ما طبيعي فإحنا قرينا الأسبوع الفات البيانة اللي أصدروا في مقابلته للملحق العسكري بتاع الأمريكان في بروسودان الملحق العسكري اللي وداهوا هناك شنو قالوا يا أخي دارين يطمئنوا على سلامة الميناء ودارين يشوفوا بقدر يستقبل السفن الحربية وتصادف وجود الوزير هناك ما في حاجة اسمها تصادف الوزير كان عارف مشاقابل الملحق العسكري سألناه سؤال بيصفتك شنو تلاقي زول عسكري وين وزارة الدفاع طلع السيدة الوزير ردا على كلامنا ببيان طويل أدان نفسه وأدان المخابرات الجابته وإحنا حسنا حنتكلم معه وبالراحة حنقرى كلامه ما أكتر مروا فيصل كبه بارك الناس بتقول للصوت يا أخوانا أعرف داشنو دار ليه بس ثلاثة تعليق وربعة كده يقول للصوت الزا واضحة وشوف مشكلة يعني معلاش برضو ده أخليكم بالليل يعني معايد نوزيجا الصوت واضح خطاب برضو قال الصوت بقطع شديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب واضح فيحنا بنتكلم يا أخوانا الآن عن موضوع حرب الجيل الرابع اللي هو إنك ما تستخدم أي طلقة تستخدم عملة وجواسيس ينفزوا لك الحاجة اللي أنت طالبة تقدر تسيطر على المجتمع تقدر تسيطر على السروات تقدر تسيطر على الموانئ على الحدود تقدر تستخدم الجيوش في حاجات ما عندها معنى يعني حسع دي إنه أمريكا تطلب إعادة العشرة ألف وخمسمائة عسكري في الجيش الفصلوهم باتفاقية السلام وفصلتهم أمريكا نفسها باتفاقية السلام 2005 إعادتهم للقوات المسلحة ليدعيدهم ما تفتح تجنيه جديد أفتح تجنيه جديد من الجيل الموجود لا هو دار من القديم ليه؟ فلما نتكلمنا عن علاقة ابن عوف الوزير هاشم ابن عوف وعلاقته بالمينة وعلاقته بالملحق العسكري كان في سؤال قلنا وين الوزارة الدفاع ليه وزارة الدفاع ما رسلت زول استقبل الملحق العسكري ليه ماشى وزير النقل علاقته شنو؟ لما نطلع تغرير من مكتب السيد وزير النقل بيطالب حرية التصرف في مبلغ ستين مليون يورو وفي ناس قالوا ستمية برضو ما حنقرل البيان ستمية مليون يورو حرية التصرف شنو يعني؟ يعني ابن عوف عنده باور يتجاوز وزارة الدفاع يتجاوز وزارة المالية لما ابن عوف حسي يخلق له شكله مع وزارة المالية عشان الفوضى الإعلامية ويغطي على شغل العمالة حقه يقول لك يا أخي وزارة المالية ما قعدت الدينة جروش طيبة ها وبعدين قال إحنا في هيئة الموانئ البحرية بيندي وزارة المالية 12 مليون يورو كل شهر إحنا البندفع مرتبات الموظفين في الدولة شوف الكلام ده ده كلام بتعزله الجاهل هل طلعت وزارة السروة السماكية قالت إحنا بنصدر كده وبندخل في وزارة المالية كده هل طلعت وزارة التربية والتعليم قالت إحنا والله من المدارس الخاصة والجامعات الخاصة بنرفض الوزارة كل وزارة المالية كل شهر بـ 15 مليون يورو هل طلعت وزارة الكهرباء اللي هي بتدخل أكتر من هيئة الموانئ البحرية قالت بتغرير إحنا بندخل ليه وزارة المالية 12 أو 20 مليون يورو في الشهر ليه هاشم ابن عوف قال كده هاشم ابن عوف المفروض يقول إنه هو في وزارة الطرق والجسور في الطرق والجسور البناء التحتية اللي هي تحته كويس حقيقة الطرق والجسور التحته كل شهر بشيل من العربات في الشارع إيصالات ورنيك 15 كم ورينة دي اللي بنسألك منها من صيانة الشوارع إنتما تنزل ليه جد والحس بتاع صيانة الشوارع بعد الغنية بتاع تلقونا الشغلناه قلنا لك حتى شوارع من دورمان ما بتعرفه جارت بيع الميناء خيجلت على دمك عامل ليه فاب الصين وحركتك الغنية ما تقعد تقول ليه ما حركتك حركتك الغنية هطلع ورينة الناس يصالاتك البشيلة في الطرق والجسور وما قعد تصلح للناس أي كبري أي تندة أي حتة تطلع أي قلاب في السودان يطلع له كبري صغيروني يدفع له ويصال 50-200 جنيه الطرق والجسور قعد تجيك انت هاشم بن عوف طلع للناس الاستدمن ورينه القروشة بتدخل كم خليك من هيئة المواني دي واحدة اتنين لأنك انت زول جاهل تاني بعيدة لك هيئة المواني دي اسمها هيئة هي تابع لك اسما لكن إدارة مفصولة فيها مندوب من الجمارك من المواني من البحرية من رئاسة الجمهورية من وزارة المعادن من القوات المسلحة اسمها هيئة اشرافة تحتك انت البطن دي اخر التغرير لكن هي هيئة مفصولة هل الشعب السوداني في بورسودان طلع قال يا اخي احنا دارمنا الـ 12 مليار 12 مليون يورو دي لأنه المينة دا حقنا سمعت انه المناطق بتاعت انتاج البترول طلعوا المواطنين وطلعوا الوزراء المحليين ولا طلع الوالي قال احنا عشان بننتج كده بنرفض وزارة المالية كل شهر بل بترول بترول ده ما في اليوم بتعمل لك كم واربعين الفي برميل سمعت زول طلع يتكلم ما قاعد انت دون السيانيد والسرطان والمناطق كلها تتحول من زراعية لمناطق قاحلة قاعدين تتذكروهم المعادن دي حسي الشمالية ونهر النيل ديل سرطانات الناس انتهت طلع زول قال لك احنا قاعدين ندي وزارة المالية ما بالصف في وزارة المالية بلموا القروش من كل البزارات والمؤسسات بوزعوها على الموظفين وعلى تسير امور الدولة وعلى الصحة والتعليم دي ده شغلك ده شغلك هافرض الدوكة لـ 12 مليور يورو يا هاشم بن عوف در تعمل باشنو انت انت ما طلعت قبل سنة ولما نحنا دعمناك وطبعا دعمناك بضغوطات من الناس قالوا لينا الزول ده مهزب والزول ده والناس والزول ده بتاع يا اخي ما تردون قلت لين ده ما منه نفع لكن بنمشي معاكم طلعت قلت لك يا هاشم انت قلت نازل ليلة المقاومة في الشارع وفي شنو مشكلتك يا اخي قال لي اخي ما شليهم اطلب منهم الاليات الصادرتة لجنة تفكيك التمكين عشان يصنبها الشوارع قبل سنة وهاج وقومة وقعد الوقت داك هاشم بن عوف كان وزير دولة تمام والوزارة رفضت ولجنة تفكيك التمكين رفضت تديوه الاليات بعد شوية عمل فالولد يعني عملي والولد هناي وكل شوية قل لك نملكك المعلومة حس هو لما رد علينا فيه لقاءه مع الملحق العسكري الامريكي رد بعد ما قابله دي ما اسمها شفافية دي اسمها زينكتك انا كما عصرتك اتا ما كانت تكلمت بالموضوع دا اتا لو اصلا نظر شفاف وواضح قبل ما تلاقي الملحق العسكري ما كانت اقول حيلاقيني في واحد اثنين ثلاثة وانا حورتك حسي بالكلام اللي انت قلته والله الزل عمل عملية بطالة خلاص ادار روحه وانا دار الجيشة المعاوى الدعمه داي يقفوا ليه طبعا المخابرات لمعت ناس طلعتوا اللينا عشان يدابع عن هاشم بنعوف ما خلاص ماشي يحرق وتكشف فقالوا يجيبوا الناس طبالين على مستوى رفع بالنسبة لبتاع الورناج دا ما بيقدر علي شغول زي دا دا بيجيبوا للمهاترات تخليتها هاتر بيو تبشع بيو تلقاهوا دايما في اللايفات شب شب الملك المؤسس عليه رحمة الله بيخد يده في خشمه لاحظتوا ليه بيطلع في الشعر بتاع الغزال ما قال ليك الكفيل حقه بسوقه ليك هو الصجر والكلب بيفكوا ليك قال ليك شب شب الملك المؤسس بيقبض الغزالة من رجبة بيجيب أحية سم طال عمرك فالنوعية دي احنا بنجيبه النهاتر بيو لكن المخابرات بدأت تستخدم ناس لانه بينا نتكلم ثورة احنا قلنا مغاومة الشعب السودان يغاوم في الاستعمار دا هاشم بنعوف ما عارف نفسه انه هو مستخدم كارت انت وقد كنت وزير دولة والحكومة رفضت تديق قروش لصيانة الشوارع 2019 الخلاك تبقى وزير اتحادي شنو طلع الليلة يقول لك وزارة المالية ما بتدينا ما نفس الشكلة ونفس الكلام الفارغ عملته قبل سنة ورينا النتيجة على الوزارة ادتك قروش هل لقنا التفكيك التمكين ادتك آليات تصيبها الشوارع وافرض انه لقنا التفكيك التمكين ما كان عندها آليات انت كنت حصين الشوارع من وين ما عندك وزارة وعندها بند في الميزانية بتاعة السودان مشيلة ولا منتظر قروش غطر 11 مليون درهم التجيق عشان تعمل الكبري بتاعة الدباسين عشان تصهر في السطح كله مخابرات كله كون عمل الجزم اسمع العربي ده اول تجاوز لصلاحيات الوزير كابل الملحق العسكري من وراء وزارة الدفاع من وراء المجلس السيادي من وراء البرهان من وراء حمدوك باعتباره الحاجة التانية عشان اطفي ليروح الباور ويوريك الباور جاي من وين قال استلمت الدرع من الامريكان وديته مكتب رئيس الوزراء علاغة حمدوك في الموضوع شنو مودي الدرع ده اللي اددك ليه الملحق العسكري انت كوزارة مفصولة من الحاجات دي كلها ولا ادد لها يا حمدوك رئيس الوزراء ما كان مش يديله في المكتب هناك اددك لاو انت لو اددك توديه مكتب حمدوك شنو الطلب منك توديه يمكن مقصود به وزارة الدفاع ممكن مقصود به البحرية السودانية لانه دي البحرية الامريكية دي الما مدنيين انت دخلت في شغل ما حقك الاخطر مين كده هو بتكلم عن الشفافية فالشفافية بتطلب انه احنا نكتب اكتب معي باللاي في جوجل شركة تكلم عن الشفافية مش مصرية لتطوير ميناء وهذه حلفة جريتوها لجيتوها يا اخوانا اك دي يا سيد الوزير انا دارك تطلع ترد على الكلام ده خليك من شفافية وخليك من غيره تسليم الموانئ السودانية للجيش الامريكي نقطة باستعانة بشركات مصرية احجبت الكلام ده من المواقع المصرية دار الوزير ده ومكتبه الاعلامي والطبالين اللي طلعوا ليك ديل ديل بيورطوك انت لما انت جيب ناس يدافع عنك جيب ناس نضاف ما تجيب ناس واسخانين لان بعد شوية القصة بتطلع بتنبرش اسمع شركة مصرية لتطوير ميناء وادي حلفة وقريبا بورت سودان بعطاء ام منحة اختارت هيئة وادي النيل للملاحة النهرية شركة مصرية لإدارة والتطوير ميناء وادي حلفة السوداني واكد الربان ابراهيم طاه رئيس مجلس إدارة الشركة اوشان اكس بريس انه من المقرر ان يقوم وفد مصري يضم قيادات الشركة وممثلية المكتب الاستشاري المصري الذي سيتولى دراسة وتنفيذ اعمال تطوير الميناء بزيارة الى السودان نهاية ديسمبر الجاري وذلك لدراسة موقف ارصفة الميناء على ارض الواقع وتحديد احتياجات التطوير الفعلية وقال انه من المخطط انشاء رصيفين جديدين بمواصفات تراعي الظروف المناخية للسودان وتأثير فيضان النيل على الميناء واضاف ان الشركة بصدد تجهيز المعدات والاوناش للغيام بعمليات الشحن والتفريغ للبضايع المتداولة بميناء وادي حلفة والتابعة لهيئة وادي النيل وتابع ان الشركة ستبدأ بعدد اربعة وناش واربعة شوكات كمرحلة اولى ودعوة الشركات الشحن والتفريغ للعمل في الميناء لدعم حركة التجارة موضحا انه سيتم نغل تلك المعدات للسودان بالطريقة البرى عبر الميناء ابو سنبل وقال ان اتفاق تم مع وزير النغل السوداني على تدريب عشرين سوداني وزير الايه على اعمال النغل البحري كما انه من المخطط عقد لغاءات مع النقابات السودانية لدعم مشروعات النغل البحري والنهري بين الجانبين وقام وفد سوداني برئاسة وزير النغل السوداني هاشم ابن عوف بزيارة لمغر شركة اوشان اكسي بريس كلمت منه يا بابي بالزيارة دي كلمت منه مشاهد عملت اتفاق دي انت مع دائر الباور دائر قلتها ادوك كل الصلاحيات تتصرف طيب وما نسألك ما نقول لك عميل مشاهد جبت المصريين ممتاز مفروضة عليك طبعا داخل ميناء الاسكندرية ببداية ديسمبر الجاري تم الاتفاق خلالها على رفع كفاءة وتطوير ميناء وادي حلفة على ثلاثة مراحل تتم بالتوازي وطرحي عمليات التداول والشحن والتفريغ للسفن لتدار بمعرفة القطاع الخاص وتدار بمعرفة ايه؟ الغطاع الخاص اسمع اسمع انت ما قلت لي ما عميل انا بوريك العمالة جد جد اطلع ارود على الكلام ده لسه الكلام الجاي انا ادارك شوه مدردقك الطبع الالكام بدافعه ليقدر عليك اللقوم واصحه عشان تجهزه اسمع قل ليك على ثلاثة مراحل بالتوازي وطرحي عمليات التداول المشكلة انه ما في عطاء يا اخواننا ولا في زل عبركم ولا في عطاء ولا في شركة سودانية مش جابه شركة من الاسكندرية خش ما غر الشركة ما خش وزارة النقل المصرية لا خش ما غر شركة اوشان اكسي بريس واتفق معاهم ورسل ناس دربهم من وراك وتوفير لتدار بمعرفة القطاع الخاص وتوفير مصر كافة الامكانيات لتدريب الكوادر الفنية السودانية سواء في الاكاديمية العربية او في الموانئ المصرية والهيئة المصرية لاستلام البحرية وقال طه ان شركة اوشان اكسي بريس استجابت لتعليمات الغيادة السياسية بتعظيم التعاون بين مصر والسودان في نشاط النقل البحري والنهري وغررت المشاركة انا بس دائرك فيدي انا دائر اي زول دافع عن هشام ابن عوفي قف ليه بيجاي اي زول دافع عن الزول ده دي الاولى انا لست جايك الزمن فيه اخواننا نواصل ولا نقف بالتغرير ده ما هو انا انا ما حاسيبك ما دام هذات المخابرات صحت ورسلت ناسه فانا حاقف ليكم بالمرصاد يعني طيب وقال طاها ان شركة اوشان اكسبريس استجابت لتعليمات الغيادة السياسية بتعظيم التعاون بين مصر والسودان في تعليمات جاتون في نشاط النقل البحري والنهري وغررت المشاركة في ادارة منظومة الموانئ السودانية بس دي نقطة هاشم ابن عوف تحداك وتحدى ابن عوف ذاته تطلع ترد على الحتة دي اسمع الزول ده قال شنو ده مدير الشركة وغررت المشاركة دي مصر بالشركة دي غررت المشاركة في ادارة منظومة الموانئ السودانية وسنبدأ بميناء حلفة النهري ثم برسودان البحري في مرحلة لاحقة وتابع ان الشركة استعانت بمكاتبها مكتبها الاستشاري لبحث تطوير امكانية ميناء وادي حلفة من حيث البنية التحتية والارصفة وكذا اعداد دراسة الجدوى حول حجم التجارة البينية بين الدولتين الكلام الكتير ده انا قريت وليك ليه قريت وليك لان السيد بنعوف لما انطلع ردة علينا في اسباب زيارة الملحق العسكري قال كلام خطيرة ما حقراليك البيان كله حسي بكرا ان شاء الله حطلاليكم بدري ودي الليلة مقدمة بس عشان اوريك شكل الحرب البيننا وبين النازح يكون شنو وبيننا وبين كلاب وبين اعلامنا المضلل حيكون شكله شنو بكرا تجهزوا بدري اخواننا وانتو جيشنا يعني طيب هاشم ابن عوف قال طبعا حسينا ما نجيد قلت هاشم ابن عوف قال في مية طلعوا لاوزوا قال في ناس بيقولوا الصوت هاشم ابن عوف قال وطلبنا من الملحق العسكري مدنا بالمواصفات والمعايير الفنية الامريكية للموانئ والسلامة للسلامة الامريكية عشان نطبقه في ميناء بورسودان اول مرة شوف البرتوكولات وزير يطلب من دولة ترسل له المعايير الفنية حقتهم ومش اي معايير فنية هاشم ابن عوف بيانك ده مفروض يوديك المقصلة وبكرا حاجة افصله ليك كما لبستك الكفن قال حتمشي بالمقصلة انت خاين وبإرادتك اسمع لاغتك زول وزير طلع قال ليك طلبنا من السعودية مدنا بمعايير السلامة حقتهم حقت السفن العسكرية حصلت حصل لاغاك وزير طلع او مسؤول في اي دولة في العالم قال للسفن السرلانكية عليك الله جيبوا لينا معايير السلامة قبل ما ترسوا في ميناءنا ولا احنا بنعمل الميناء حقنا بمواصفات عالمية طيب نرجع اليه حرب الجيل الرابع اللي هي اشنو بيشيل المعايير حقت الدولة المستعمرة بتطبيقها في دولتك الليل احنا لما نتكلم عن لغاح الكورونا احنا لما نمش نشوف ترتيب السودان في الكورونا احنا احمر من ناحية المرض ومن ناحية المصل لوننا برضو في الخريطة احمر لكن المعايير هما بيطبقوا ليك معايير انت غصبا عنك تطبيقها في وزارة الصحة دي والله يا اخي لو ما طبقتها بالطريقة حقت الامريكان كويس ما حيقبلوا منك العمل اللي انت جائم بيوه هاشم بنعوف في البيان حقه في لقاه مع الملحق العسكري قال كلام خطير جدا والكلام ده موجه لكل الدولة بما فيه حمدوك حمدتي برهان جهاز امن حرية وتغيير عملة كلاب الزلده قال طلبنا من الملحق العسكري مدنا بمعايير السلامة الامريكية للبحرية الامريكية هو بيتكلم عن البحرية ما بيتكلم عن السفن التجارية الامريكية حيقوم بيتكسير وتغيير شكل الميناء عشان يتناسب مع المعايير الامريكية السبب شنو انت بتان امريكا دي راسة السفينة منها عندك في السودان دار باي شنو ما غ pant اللي ا عدته 폭ل بصين اسفن روسية بتاعت القميح حيصل مره طلبت معايير السلامة بتاعط روسيا ابن عوف ما دا الاستعمار وايلا استعمار حنو Dipo ما المعايير ما محتاجين لي جيش حتتحكم الدولة السودانية المناهج اللي بتتغير بتضعت صندوق النقد الدولي ديما المعايير حق اسملك top وانت دائرة با اما هتدار تغيير المجتمع لا ما انا دائرة اغير المجتمع فلما المعايير الامريكية دي ادوك الكتيب حقها يا هاشم بن عوف حيطلبوا منك حاجات بمواصفات امريكية اللي هي ما حتقدر تشتريها الا من امريكا لانه السيستيم امريكي المكانة اللي حتركبها امريكية عرفت الاستعمار عرفتها 700 مليون دولار اللي ادوك لها دين ومشي تديتهم قروشك 350 و70 مليون كاش فعرفت اللعب عرفت انه نحسي بفرض عليك الوصاية لما انت قل لي اديني المعايير حقتك معناه انا حشتري الحاجات اللي بتتناسب معاك حتشتريها من وين يا هاشم بعد شهر او اسبوعين حتسمع بهاشم بن عوف مسافر امريكا لاتمام صفغات الميناء واستيراد ما عارف معدات نغل جديدة واو ناش جديدة حتسمع الكلام ده وحتجي تقول لي يا صرف انت قلت لكن اليوم داك احنا صراح حتسمع الكلام دا ولازم اعمل الحاجة دي لانها مفروضة عليو هنا دي هنا العمالة في غمتها ولانه بس الزمن متاخر يا هاشم وانا قلت اللايف دا مقدمة عشان بكرة تجوني حاضري وتجيب ورقك ومستنداتك وحنجيب الكلام دا الشركات المصرية الشركة اسمها اوشان اكسي بريس مشاهدنا تعاقدت معاها بدون طرح عطاء بدون ما تعرف اي استعمار مصري كويس ليه موانا السودان من فوق ليه هنا الجيش الامريكي هو الطلب منكم تجيب الشركات دي طيب الشركة دي قبل شوية المدير حقها قال كلام خطير قال احنا ثانية قال وتابع ان الشركة استعانت بمكتبها الاستشاري لبحث تطوير امكانية ميناء وادي حلفة من حيث البنية التحتية والارصفة وكذا اعداد دراسة جدوة حول حجم التجارة البينية بين الدولتين استعانت بمكاتبها الاستشارية لبحث تطوير امكانيات بوادي حلفة طبعا بالتأكيد وامكانيات ميناء بورسودان عشان كده هاشم بن عوف لما نتكلم مع الملحق العسكري هو اساسا كان مرتب المكاتب الاستشارية ومرتب الشركات اللي حتقوم بتنفيذ التغييرات اللي حتحصل في ميناء بورسودان عشان يتناسب مع سفن البحرية الامريكية جاه يسوي سفن البحرية الامريكية في السودان ما تسعر روحك في ناس طلعوا يقول لك يا اخي والله احنا بنعرف الوزيرة لينا الشيخ واحد كاتب ليه في اليوتيوب ما عارفه حي اسمعني ولا لا قال ليه يا اخي الوزيرة دي اهلا كانوا موفر الله اي حاجة انت كيف تقول انها عديمة التربية طيب او طلع زول يقول لك انا قريت مع هاشم بنعوف ده زول كويس ومحترم ممتاز ما دام انتو بتستشهدوا على كواست الزول لانك انت قريت معاو في جامعة الخرطوم فانا هاشم بنعوف هخليه بيجنبه هسألك انت منه عشان انت تبقى المعيار بتاع انه الزول ده كويس ولا كعب لما السودان يتكلم في وزير من حق انا نتكلم في الوزير انتو بتمنعونا ليه طلعنا اتكلمنا في الوزير دافعوا عنه بينجازوا وهو الوزير نفسه قاعد يستجيب ليه ضغط الممبر ده وبطلع بيرود ويطلع في البيانات دي بيغونية بتاع قوانا خليناه ابدأ يخط خرطة بتاع الصيانة الخرطوم مطابقة للغنية بس لانه في زمن ما حقدر اشغل اللايف واقرى ليك البيان حقه الصدر قبل ساعتين نفس الغنية ابروف التاسعة قاشرة السابعة وازعة نفس الكلام صيانة ما عارف شارع منه نفس الكلام بتاع الغنية فانت منه عشان تجي تقول ليه يا اخو الوزير ده كويس اسمعوه وخلوا كلاما اللي انصراف انت انت منه الوزير خليه هاشم ابن عوف خلوا انت منه هل انت غردون العمل جامعة الخرطوم لا هل انت انشتاين لا هل انت منه لا الازهري لا هل انت وزير التربية والتعليم لا انت بدأت مع الزول ده صاحبه من الروضة نحن دار زول يجييني من الروضة ما انت بتشهدوله وكده يجيبوا له زول مجارة معاه الروضة جارة معاه سنوي اشتغل معاه لما نطلع زول يقول لك يا اخي هو خلى ليكن وظيفة في غطر شون يعني خلى وظيفة في غطر في غطر دي لو بيقى شنو ما هيبقى غطري في غطر دي لو بيقى شنو اخر السنة حيجيب اللغامة بتاعته للكفيل حقه يجدد له مهما كان مرتبه مهما كان منصبه لكن الليلة هو بيتكلم وزير اتحادي جوازه دبلوماسي حراسة مكتب اعلامي طيارة خاصة بيمشي غطر دي بيخد كراعه وفي كراعه بيقعد مع تميم ذاته خلي الشركة حقته قل بيخلي هاشم بن عوف الدعي السورية لما كان وزير دولة ولما بيقى وزير اتحادي لا قدر انجز حاجة ولا قدر يخلي الوزارة شنو طيب ده ما بقودك لسؤال اسامة داود ده طلع السورة معانا ليه اشرب موية سريعة كده اللهم صلى وسلم بارك عسينة محمدين وعلاه وصحبه وسلم الخلى وسامة داود نحاسل السورة شنو احنا لما انطلعنا لانه البشير دار اعمل العيشتين بيقنيه واحنا ما كنا بنقدر نشتريه وانا من الناس اطلعوا لانه مفلس دار ااكل واشرب خليني من حرية وغير وانا دار ااكل واشرب يا اخوان موضوع الاكل والشراب ده فيه ومعاناة كبيرة جدا بالنسبة لي عيشة وموية فول والله الموضوع ده صعب عديل كده عشان كده انا طلعت اصغاط النظام طيب اسامة داود هل وعنده مصنعة العيش وعنده مصنعة دقيق وعنده السفن اللي بتجيب حقته ملك اللي بيخلي اسامة داود انحاز للثورة حقتنا شنو اه اسامة ما طلع من نفس البشرية قلنا اسامة ما ما داير اكله شراب خلاص اتجاوز المرحلة دي داير السلطة لما الناس يقول لك الاتفاق بين الشقة المدني والعسكري تم في بيت رجل اعمال دخل رجال الاعمال في السياسة شنو اه ما هم دايرين السلطة بعد هاشمي بن عوف لما نجا كان وزير دولة سوري ووزير دولة طالعوا نازلوا وتلقوا يتصور وين واكتبوا لي في تويتر وانا ومشيت وزارة المالية ابو يدوني ووزارة المالية بتديني الاليات الموضوع الطفل ايو سنة ما ورانا عامل شنو مع لجنة ازالة التمكين هل قدوا الاليات حقا الصيانة ولا سكت طيب وقت ما تدوك ليها بيقيت وزير دولة بيقيت اتحادي كيف بيقيت وزير اتحادي وحتجي في التشكيل الجديد ومدعوم كمان لا وبتوقع في اتفاقيات على مستوى دايرا مجلس تشريعي دايرا الناس تشاور نفتح المينة دي للمواني السفن العسكرية الامريكية ولا نقفلو نعمل شنو انت بيراق اللي خطة الغرار مشيت مصر اخترت الشركة والمكاتب الاستشارية وجيت قعدت مع الملحق العسكري وانت زول مدني دا ما يسمو تجاوز احنا قلنا اتهامات واضحة في الوزير رد على الوزير احتراما لرأي الشارع يطلعوا الناس يطبلوا لينا يقول لينا احنا قريت معاو انا بعرفوا ايه التمني يا بيبي والزول دا احنا قلنا لك جاي يخطب حبوبتك لا قلنا لك جاي يناسبكم عشان تقول ليه قريت معاو ما بيشرب سجار بيصلي انا ما سألتك من الحاجات دي ولا دار عرفهم منو زاتو ولولا قاني في الشارع خلقت وما دار اشوفه في الشاشة بتاعتيه وزير رئيس سفير ما بظهر انا بينو بينك كلامك اللي انت قلته تعرد عليو انت بتجرس مالك لك عشر يوم بتجرس وانا ساكد قلت لك لايف بيقونا نقطة خليتك تطلع بيان تنزل بيان تجيبوا ليه بتاريخه من الجامعة انت غردون لا انت انشتاين لا انت منو انت منو اللي بتحدد المعايير انو فلاندا كويس عشان نقرع معاك انت منو الوزير خليه انت انت منو نكرة تنسب الى نكرة ولا تعرف طبعا هما سيقلني في معارج جانبية عارفين احنا بنتكلم في شنو حسي والخطة الماشيين فيو انا ما حمشي معاكم في الحتة دي بينو بينكن شنو الغنية بنجيب غنية الورناش دي ايه زول بيكون عارف نفسه دارت ورناش اسم ما بنقول لغب ما بنقول مسيغة بس نجيبكن زي الطيور صو 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 نخدتكم كده تمام اتفقنا ايوه قال ليك في دفاع عن السيدة الوزير ما ردوا ولا تهمه خليليكن وظيفة حمدوق خليليكن وظيفة ومرتب حمدوق كان معايش اخي وبعدين قاعد في البيض عاطل بقريس وزره في زول بيابة في زول بيابة دي في زول بيابة دي يبقى عنده سلطة اخواننا انا ما عارف تسمعيني حاجة حاصلة غايده وليد الطائر يبعلم يقول ليك ايوه نرجع ليش في فيبنا الاساسي على وزن ووضونا الاساسي يعلمين الحاجة الدار اقوله ليك ومواصلة اخواننا انا بعمل ليك الان في بس ارضية عشان نبدأ نتفاهم فيها حرب الجيل الرابع واستخدام العملاء اللي بيصهر ليك الان اللي هي وبيصهر في تغيير حتى المجتمع شكل المجتمع القضايا اللي بتصهر ليكم المواضيع المترابطة المجلس التشريعي اللي كنا بنحذر من انه شخصية زي ناهي جبرالله حزب الشيوعي نسوية لا لقهر النساء وده حجيكم في المجلس التشريعي المغرر يعملوه يوم 26 هم ديل حيغرروا لكم في قضايا المرأة السودانية المرأة السودانية اخواننا قضاياها ما بتكلموا عنها ديل المشكلة انه حوروا قضايا المرأة السودانية وزحوا منها بعيد دي المشكلة الاولى المشكلة التانية هي قضية المرأة في السودان شينو ما في زلال الان قادر عرفها هي ما قضيتها الحاجات اللي بتقولوا فيها دي الحاجات اللي بت دي مشكلتكن النفسية انتو انعكاسات واسقاطات نفسية فيكم زي ما قلت لكم بقرح ما دو كل عنده مشاكل نفسية ابدون واحد واحد واللي هو بيعملوا في اسقاطاته الان اللي هو يظهروا روح أحسن مننا انتو ما أحسن مننا لا تربية لا اخلاق لا مجتمع وتواريخون زي وشكم وعشان كده المخابرات اختارتكم وعشان ما تقدروا تطلعوا قدام خطوة دي لالليلة بتكلموا بقضية المرأة وبتاجروا بيها وهي شنو ذاتها ما معروفة قضية المرأة طيب عرفناها في السودان المشكلة انت منو ايه تمنو الرشحك تتكلمي باسم المرأة شنو الكتلة النسوية وشنو حق المرأة وتخش في المرأة ايه تمنو الرشحك أصلا ياتو مرأة جات قدتك تفويض فحرب الجيل الرابع كنا بيدخلوا عن طريق الإرهاب بيدخلوا عن طريق العمل والموظفين بيدخلوا عن طريق المنظمات بتحت المجتمع المدني بيدخلوا بطرق انت شايفة الآن لكن كلها مريبة هنتكلم عن واحدة سريعة جدا اللي هي موضوع الإرهاب بتسأل روحك حركات المسلح السلاح بتاعي جابين وين لالآن ما في زل قادر اديك إجابة الحركة المسلحة دي أيوة الجيوش المسلحة دي الماليشيات دي الدعم السريع كان بيجيب سلاحه من وين هل أمريكا ما عارفه الخليج اللي بتعمل مع الدعم السريع لما نطلع حمادتي يقول إحنا ما بنواجه دول إحنا جيوش معدة لإخماد الحروبات الداخلية عنده تصريح طيب بتعمل في شنوف اليمن بتعمل شنوف ليبيا لأنك محرك مرتزغة طيب لما نزع الحمادتي اللي كان بيسلحك منه يا حمادتي ما فيكن زول حيقدر يجاوب ولا في زول حيقدر يجاوب في السودان الحركات المسلحة حركات الكفاح مرحب حبابكم والسلام وإي حاجة بس بس السؤال منه وكان بيجيب سلاحه من وين اللي بيدي سلاح منه مصنوع وين السفن دي ما مراغبة الطيارات اللي بتنزل في الخالة تنزل سلاح ما يقول لي الموضوع بعدين عنصروا بتاع ما جاء كلامي لفوا وجاكم حسي قاعدين تشاكلوا في الوزارات ده ما سلام قلت الكلام ده أسألوا التعايشي يقول له انت ليه ما قسمت الوزارات قبل ما يجوا الناس يشاكلوا في الخرطوم ما قلت ما ضغيت السلام وركبت العجلة الآن جبت الجوش حتتنازع في روحها ليه من ناوي ياخذ وزارة المعادن وما ياخذ جبريل من ناوي جبريل ذات هيدوروها خلي يدوروها معاك انت لان انت هناك عملت اتفاقية صورية تخمد ثورة الشعب ما انت بدأت بي حاجتين استعانة بالمستعمر اول من جهة ما دوقع عمل شنو عمل نفس الحركة العملة الخديوي باشا في مصر استعانة بالاستعمار البريطاني لإخماد الثورة العرابية في مصر وإخماد الشعب المصري ده اول من جهة قال لك احنا دارين قوات اممية قوات اممية تيجي تعمل شنو لكن ما كل يوم كنا بنطلع السؤال ده ما يقعدش بيكونين الفصل السادس والسابع في شنو في السودان حاصل ما في حاجة ثورة نجحت الناس قاعدوا لي طاولت مفاوضات حمدو قدار يجيب القوات الاممية لي شنو قال لك عشان الجيش ما يعمل انقلاب اول من السودان رفعوا اسمه من قائمة الدول الرائعي للارهاب امريكا عملت مع اول مؤسسة في السودان المؤسسة العسكرية دعمتها بالتسليح والتجنيد ودعمتها بيتبادل الضباط ولا تذكرت حمدوك ولا تطلعوا بيان في حمدوك ولا تذكروا حكومة مدنية لانه بالنسبة لهم طرطور ساي هم دارين يسيطروا على القوات المسلحة يسيطروا على الجيوش استخدامه في اعمالنا اللي بيعملوا فيها دي اتما محسوب مدني ديمغراطي ديمغراطية مجلس تشريعي برلمان انتخابات دي ما عندهم يسيطروا على الدول ده عن طريقة الجيوش انت ما محسوب اول من استلموها حمدوك والبرهان اول زول طلع بر السودان مضى اتفاقية كان البرهان تطبيع مع اسرائيل يتمزكروك ذاتك قال لك حمدوك عارف حمدوك ما عارف قعدنا فيها سنتين يقول تهبل ولا شنو اللي بيحصل قدامك ده ما واضح استعمار واضح ما فيه زول ما لو ما عميل ممسوق عليك حاجة ما بتشتغل في الحكومة ده نقطة عربية انتهى واضحة قدامك انت ما دار تشوف الحاجات دي والله دي مشكلتك بكرة حنجي نقرأ البيانات دي بالتفصيل عشان ما يطلع يقول لك وقال فيه لا لا قاعد 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 لك الحاجات بكرة دارك ترد عليها الانصرافي منقب ما تنقب انت مشكلتك شنو رد على الكلام ده انت انت رد على الكلام اللي انا بقوله احنا بنعرف الوزير انا مالي وما لك تعرفو انا مالي وما لك انت بالنسبة هو الوزير انا ما شاهد في حساباته عشيلك انت في حساباتي شهادتك انت بالنسبة ليش شنو الحاجة الخطيرة جدا وانا كنت بتكلم فيها وبكرة حنجي عندنا مبادرتين مهمات جدا لازم الناس تقيف معنا فيهم ليه تقيف معاي فيهم لانهم حسوا انه السورة بقت تعالج مشاكلها من وراهم فالموضوع ده ما نافع معهم كيف تبتجيب الكلام ده من وين او استاذ لمن السورة دي بدت كانت محتاجة ليدعم مالي الدعم المالي لو جعن طريق واضح وطلعنا في مليون لايف قبل سقوط البشير طلبنا من تجمع المهنيين انه هو يفتح باب المبادرة وتحمل اموال السورة ليه عشان يبقى لينزززاته كاري الضغط على التجمع بعدين نقول لين قروش السورة الخمس مليون دولار مشت وين العشرة مليون دولار الجمعاء الشعب السوداني لعلاج المصابين وأسر الشهداء والمفقودين ودعم لجان المقاومة العشرة مليون دي كان ممكن تسلح لجان المقاومة مش تسقط السيسي تسقط من سلمان ذاته لكن المخابرات كان عندها رأي تاني السورة دي قروشة تجي عن طريق نكرة ما معروفه منه ليه تحصل الحاجة دي عشان أقدر أسيطر عليها أموال السورة الآن ما معروفه وين ولا فزل بقدر يفتح الموضوع ده غير المين برده أموال السورة كان مسيطر عليها من جهات ما معروفة قدري ما طلبنا من تجمع المهنين قلنا لين انت تبنيتوا المواكب وحتحكموا الدولة ما تتبرنوا انكم تفتحوا المبادرة بحسابات بيساميكم انتوا باسم التجمع وبعد سقوط البشير خلوا الناس يتبرع عليكم وادعموا الاعتصام عشان بعدين نجي نزألكم بالفواتير القروش ماشت وين التجمع زحى مخابرات خطة جهات تانية الليلة الناس اتدفعوا قروش للثورة ما عرف انها ماشت وين وليه احنا ما قاعدين نفتح موضوعات الثورة والقروش كل مرة بقول لكم لانه لو تكلمنا فيها عندنا ثورة حقيقية جاية ودارين الشعب السوداني يدعم ويدفع لو طلعنا وكشفنا الحقائق الناس ثانية ما حتسخ في السورة ولا حتسخ في الناس الممكن تتحمل مزئوليتنا تجمع التبرعات للثورة فده كان الغرض بتاع المخابرات القروش اللي تجمعت للثورة ما معروفة ماشت وين وما معروفة عالجت منه وما معروفة دفعت لمنه ما في ذال عارف ولا في ذال حيعرف ده شغل مخابرات ده شغل وجمعت مبالغ خرافية اللي هي الآن بتحارب في الخطة النظيف بتاع السوار السوار بيطلعوا لجم مغاومة بيمسكوا حتة معينة يقول لك دارين نصينا ما بخلوهم احنا عملنا بليوم مبادرة هنا وبتنجح لكن ما بتستمر ده شغلة الدولة ما بيجي بيجيفوا ضدها حسي احنا بكرة حنطلق مبادرات والناس حتنجزة زي ما عودتونا في أربع دقائق الحاجة حنقول واحد اتنين تتنفذ عشان نقدر نغاوم المخابرات دي خليوهم بقروش دي ما عندنا معهم شغلة وحندعبون ونقطع نفسهم كل يوم حنطلع مبادرة القروش المدس دي سنخليون امرقوها مش بتحدوا فينا حنشوفهم في النهاية نفسوا طويل منه احنا مغاومة قاعدين نقلعكم من الجزور ما عندنا مشكلة قاعدين لكم نكشفكم واحد واحد احنا اتجاوزنا مرحلة نكشفكم بالسي في وتجاوزنا علاقاتكم بالأمم المتحدة وتجاوزنا علاقاتكم بالمؤسسات المخابراتية والسفارات وتحديدا سفارة السويد تكلمت عنها وعن تغييرها حتى في الويكبيديا المرشحات النسويات وده الشغالين تحت طبعا الندوات كل يوم احنا ما عارفين حاجة كل يوم عندهم سمينار وندوة وبتاعه يجند وسبعة وزي ما تصيطين الدنيا لكن بنولع لون الكشاف فجأة فجأة كده السغبة اللسود كلهم الحاجة دي مهمة جدا ما في ثورة بتقوم بدون تمويل وما في ثورة بتقوم بدون قوة تحرسة الحاجتين ده اللازم الناس يقفوا فيهم التمويل هيطلع من الشعب السوداني بطرق رسمية وناس معروفين وحيمشي للحتة طوالة تاخ خطينا اي مستشفى مركز عزل اسر الشهيد مصاب واحد اتنين ثاني ما حنكرر اللايف وما حنجيب اسم الزول ثاني مرتين الشعب السوداني ياخدي مسئوليتنا الناس دفعت دم قلبة وبالالاف عارفين لكن مشت في حتة غلط احنا حنقاوم الحاجة دي وحنواصل في مبادراتنا وما حنجيب المخابرات قدرت تسيطر على تمويل السورة والسورة كانت محتاجة لقروش في مرحلة ما وده الخلى اللجان المقاومة كثير منها يتحول للجان الحرية والتغيير عرضوا عليهم قروش وعرضوا عليهم مناصب وعرضوا عليهم بطاغات لانه لو كان في تمويل ما كان مشو الزول دار يأكل ويشرف في النهاية اخوانا ما بنسأل زول ولا عندنا لوم على زول لكن لازم السورة تقوم بالتفكير وقلنا السورات بتولد المفكرين والمبدعين حقينها وفي مواجهة الاستبداد ولما نحصل تلاقي بين الاستبداد والاستعمار يهو ده اللي بيحصل الآن في السودان وانت قال الحسع دي الشهيد الكتلوه في الكلاكلة واحتغلته جهة غير معروفة ولا حمدوق بيطلع ولا حرية وتغيير بيطلع ده مش شغلكم ولا لجنة تفكيك ولا وجي الساكنة الكلاكلة ولا فزل حيتكلم ليه لانه ده الاستبداد ومدعوم بمنه بل الاستعمار الاستعمار ما جاي وين انت يا امريكا وين صفاراتكونا الكنات بتطلع بيانات كله موكب والحالة خطيرة وعلى معارف رعايانة مراعاة ما عندكو نزول كتلوه في الكلاكلة لجم سوبة والمواكب طالعة مالكو ما حزرتو يا صفارة امريكية لانه هنا تلاقي الاستبداد مع الاستعمار ده اللي بيخلي ابن عوف هاشم ابن عوف يتكلم باللغة دي اللي بيقول لك انا غررتها انا دائر تفويض اصرف في قروشية قروش الجسور والطروة المستاشر حفرة ما قادرت تدفينها خيلتها حسي ها خيلتها متورين القروش دي خليني من اتناشر مليون هيئة الموانئ ده اسمه تلاقي الاستبداد مع الاستعمار ما دارين يسألو حمياتي انت حمياتي السلحك بيجي من وين ها اسألو حمياتي ده قام بسلحك منو الجيش السوداني ده خاض المعارج دي جوا السودان وكتل الشعب السوداني وعليه تهمة ابادة الشعب السوداني مؤسسة رسمية واضحة كل الدول المفروضة قاضعوا تساءلوا تعرف انه سلح دي جا من وين القتلت بيو شعبك لكني انت الدعم السرية دي جيت من وين السلحك منو حركات مسلحة وصلت مرحلة انه كنت تمتلك مدرعات السلحك منو ما هو ده الارهاب ده واحد من اجزاء الحرب الرابعة حرب الجيل الرابع حركات الارهابية دي ده كله ها الجيش السوداني ذاته حركة الارهابية مالو مايرهاب حسب يشوف الكاكتات شر اقاب فوق اقابنصات ساعد تبتجري ارهاب مايرهاب شنو اتكلمنا الازوائع الفاتح عن انه فتحوا ليك مستنقع في اسيوبيا القصد منه انه البيض كله في سلة واحدة اللي هي سلة القوات المسلحة الدفاع والامن والصناعة والتجارة والعيش والدواء كله قاعد في الجيش والجيش ده دخل حريب حسي الميزانية حتتحول ميزانية مجهود حربي طيب والموت والكورونا والله عندنا حرب يا اخي ما في طريقة ميزانية طيب انتم ميزانية ما عملتوها اسألوا المتخصص الاقتصادي معقول السنة خلصت ميزانية واحد وعشرين ماتالين عنها قللك ميزانية سرية كله سرية كله سرية يا عملاء